مرحب بكم مرة تانية عزيزان مشاهدين وبيشرفنا الآن الزميل عزيز محمد الباز محلل الرقمي اللي بقى هيكلمنا النهاردة عن مباراة اليوم وارقام الفرقتي احنا تكلمنا هيا باز لأول مناورنا مبروك للنادي الاهلي كلمت على ارقام قبل المباراة وقلت الارقام دي ان شاء الله الاهلي لو استغل بعض الاخطاء اللي بتحصل من مودرن سبورت بالقراية بتاعة الارقام دي الاهلي هيكون دي الغلب صحيح مساء الخير على الكباتين بالزبط يا كابتين عيمان احنا في نقطتين مهمين استعرضناهم مع بعض وحللناهم فيه عند فرقة مودرن سبورت وهي انهما من اهم نقاط القوة عندهم الكرات السبتة او الكرات العرضية من بيحققوا انهوا اهداف كبيرة جدا احرزوا 11 هدف بالرأس من الكرات السبتة او الكرات العرضية المتحركة النهاردة ايه اللي حصل هنستعرض بالارقام ان النادي الاهلي افل الحتة دي عند مودرن وحنشوف عدد الكرسات او الركنيات عايز اقول حديدك ولا ركنية لمودرن النهاردة في التسعين دي فدي من اهم النقاط اللي افل عليها النادي الاهلي النهاردة بلص طبعا الضغط العالي اللي كانت تعمله مودرن كانت من اهم نقاط القوة اللي تكلمنا عليها استغلتها في بداية الشوت واحرازت هدف وكان عندهم نقطة مهمة جدا يا كابتن هي البطء في الارتداد وده هنستعرضه كده بالارقام ونشوف النادي الاهلي النهاردة ازاي كسب مودرن وازاي الارقام اللي هي قبل المباراة دللت على كده طبعا المباراة انتهت فوس 2 واحد والاستحواز كان 58% لنادي الاهلي مقابل 42% لمودرن هنا الركنيات زيرو نتكلم ان النادي الاهلي النهاردة عمل 9 ركنيات التزديدات على المرمى 14 تزديدة منهم 5 على 3 خشابات بدكة 36% الرقم اللي كان مهم جدا على مودرن في ارقامه مع كابتن ايمن قبل المباراة لما تكلمنا كانت دكة التزديدات عندهم على 3 خشابات النهاردة الاهلي قدر ان هو يوقف ده وهم راحوا بكم هجمة حضرتك وصفتها ممكن ما تكونش منظم مش عايز اقول عشوائية بالشكل العام ولكن كان فيها بعض الامور الفردية شفنا بعض العاطف مع طبعا ارنولد يعني عملوا شكل كويس ولكن حتى لمساتهم لجوة جوة 18 ما كانش فيها اي خطورة وما كانش فيها عدد كبير منها وده حنشوفوا هنا بالارقام نهاردة حاولوا تزديدات على المرمى 4 منها واحدة بس على 3 خشابات نخش بقى على الفرص هي دي الفرص اللي قلنا عليها اللي شفناها نهاردة في المباراة اللي كان راحوا بياه ولكن فرص كبيرة محققة 4 زيرو ما كانش فيه فرصة فعلا نهاردة قلنا لا خلاص دي جون لمودر غير كده نحن تاني عند النادي الاهلي في اربع فرص كبيرة محققة النهاردة كان ممكن نحرز منهم اهداف والاهلي صنع 11 فرصة بشكل عام خلال التسعين دي يعني دي بتدي افضلية لنادي الاهلي ان هو اللي كان الافضل كمان في المباراة اه طبعا هو صنع فرص التسديد الاهداف الاستحواز كل شيء انت الشوت التاني تسايات الامور كلها هو استفاد من قرية مودرنز بورد قبل المباراة كمان مزبوط يعني فعلا الارقام قبل المباراة كان عندهم كابتن اسامة برضو كذا نقطة قوة قلناها حتى التسديدات هي من افضل الفرق من افضل الفرق في التسديد على الثلاث خشبات كمان يعني مش تسديد بس على المرمى لا الدقة بتاعتهم على الثلاث خشبات فعلا بالارقام بتاعت المودرن خلال الدوري لا كانت كويسة جدا النهاردة الاهلي بالارقام كده لا عكس وقف النقاط الخطورة عندهم علشان كده الـ XG عند النادي الاهلي النهاردة من واقع الفرص دي كد يصل يعني كد يتخطى ثلاث اهداف يعني كان ممكن نهاردة نحرز اكتر من ثلاث اهداف او ثلاث اهداف نادي طبعا مودرن قد يصل لهدف يعني الـ 65 يعني مش مكمل هدف وده اللي حصل كم ترجمته لهدف نخش بقى على التمريرات عشان نبدأ نحللها ونشوف خطورتها فين التمريرات الكثيرة للخطوط بالذات يعني كابتن عادل نحن نتكلم النهاردة مودرن عملوا 271 تمريرة بشكل صحيح دكتهم وصلت لـ 75% على عكس النادي الاهلي 422 تمريرة صحيحة بدكت 84% طبعا من اجمالي الـ 500 واحد تمرير اه الاهلي مرر كتير النهاردة الاستحواز كان اكتر النهاردة في نص ملعب النادي الاهلي وحتى فيه التلت الاخير في نص ملعب مودرن ناحي التالي نتكلم بقى كراته الطولية يعني ستايل مودرن عموما يعني بيلعب كرات طولية بشكل كبير 49 لونج بول نهاردة منهم 15 بشكل صحيح بدكت 31% النادي الاهلي عمل 32 تمريرة طولية يعني منهم 18 بشكل صحيح ولكن الدكة النهاردة افقت الرقم اللي هو حتى باللغة الارقام من نحية العلمية حتى في الكرة بيقول لك ان انت وصلت لـ 50% من فانت وصلت الرقم يعني الرقم المثالي فيها كدكة فالنادي الاهلي النهاردة يعني كان شكله كويس في التمريرات الطولية تعا بقى نشوف التمريرات دي ونحللها فين بالزبط هل كانت تمريرات كاسرة لخطوط هل كانت تمريرات باك باصس كتيرة لا احنا مشوفناش الكلام ده وعندي مفاجأة على اكرم توفيه هنتكلم عليها في اخر الارقام ولكن التمريرات في التلت الاخير النادي الاهلي عمل 105 تمريرة صحيحة في التلت الاخير النهاردة بدقة عالية جدا يعني وصلت لسبعين في المية مدر 57 تمريرة بس في التلت الاخير عند النادي الاهلي بدقة 56 في المية ولكن الاهلي النهاردة دخل التلت الاخير عند مدر النهاردة ب43 اختراق من الخمس ممرات ولكن بقى المرات يا كابتن ايمن كان معظمهم من الجانب الايمن يعني الجانب الايمن والهاف سبيس او الجانب الايمن الداخلي كان اكتر عدد من الدخول بالهجمات النهاردة او من الممرات العمق النهاردة ما شفناش منه اختراقات كبيرة على عكس التلت مبارات الاخيرة للنادي الاهلي لان كان فيه بعض التكتلات كان قفلين بشكل كويس فبالتالي ما شفناش دخول في العمق النهاردة بالتمريرات للنادي الاهلي بشكل كبير لكن كان اغلبها في اليمين وكانت برضو ناحية اليسار ناحية جهة اليسرى كان فيها برضو بعض الاختراقات أو الهجمات دخلنا بيها بالتلت الأخير مودرن 28 مرة ده خلال التسعين دقيقة بشكل عام العرضيات النهار ده بقى نفس الكلام كنا بنقول نقطة قوة مودرن في الكروسات من الأوبن بلاي أو العرضيات المتحركة عملوا 9 بس 2 بشكل صحيح بدك 22% وده برضو من الحاجات اللي الأهلي كان بذكرها كويس ووقف خطورتها بالتالي عددها النهاردة مش كبير نادي الأهلي عمل نهاردة 26 كروس وده رقم كبير رقم كبير كبير أغلبها كان من أنه نحية أغلبها كان من أنه نحية الكروسات النهاردة فيه يعني أنا أعتقد ناحية ليمين ده رقم واحد وبعد نزول رضا سليم كان فيه أكتر من كروس بشكل كبير النهاردة حتى بالأرقام النهاردة مجد أفشا عمل تعريبا خمس كروسات هنستعرض أرقامه وبرضو ساهم فيها ولكن هي ناحية ليمين كانت أكتر ناحية ليمين كانت أكتر في الكروسات يعني ده لحد طبعا شوط التاني شوط التاني كان ناحية شماله بشكل أكبر يعني هم نتكلم بقى هو محمد مجد أفشا النهاردة يعتبر من أفضل سكورينج وتقييم هو وأكرم توفيق يعني لعب 74 دي لمس الكورة 73 مرة يعني متخيلين هو في معظم دقائق اللي هو لعبها النهاردة كان لمس الكورة فيه كان يعني ده ليه وجود بشكل كبير عمل تمريرات صحيحة النهاردة 51 تمريرة من 64 تمريرة عندك كتا كان 80% كان معظم تمريرات وطبعا هنشوفها دلوقتي كورات الطولية منها عمل ستة منهم خمسة بشكل صحيح عمل أربعة كيباس النهاردة وصل بيهم اللعبة للمرمى نفسنا نرجع نرجع عشان خاطر أن فيه هنا رقم برضو مهم منهو عمل أسست وده تمرير حسمع تحسب طبعا لأفشة نكمل عشان نشوف حتى مساهماته في الكورسات كابتنامي زي ما قلنا عمل النهاردة أربعة منهم اتنين بشكل صحيح يعني هو وردى سليم وأعتقد برضو في البداية كان طاهر عمل أكتر من كورس وعايز أقول حضرتك على حاجة أن طاهر في ناحية الشمال عمل فيه كورسين هو عملهم فيه كورة نزلت اعتريبا يعني قريبا من وسام ما استخلهاش بشكل بالضبط حتى النهاردة في الناحية الدفاعية شفنا أفشة النهاردة بيتد وبيطلع أكتر من كورة حتى كان فيه التحمات في كسب السنائيات يعني التحم في خمسة يعني كسب منهم واحدة أو اتنين أعتقد يعني ده أرقام ما مجد أفشة وبالتالي هو أخد أحسن أو أعلى تقييم النهاردة يعني تبكى لأرقامه من ناحية الهجومية والناحية الدفاعية المفاجأة بقى هو أكرم توفيق النهاردة أكرم توفيق طبعا مجود الكبير ومعادة للجاري ومعادة يعني وبكان باين جدا بشكل كبير لأب تسعين ديئة لأمس كورة واحد وتمانين مرة هنا بقى المفاجأة في التمريرات وده الرقم اللي بيتحسن من مباراة لمباراة عند أكرم دايما أكرم من أكتر الناس اللي كنا بنشوفها في الميس باس بالأمان يعني احنا فيه تحسن كبير جدا في بروجرس إنه هو النهاردة يلعب سبعة وستين تمريرة منهم اتين وستين تمريرة بشكل صحيح يعني أخطأ في خمس تمريرات فقط ما وصلوش بشكل سليل طب إحنا لو نفتكر المباراة مع بعض أكرم كان بينزل كتير عند الدايرة وكان هو اللي بيحاول يعني يساعد في البلد أب وعمل لونج بولت وعمل أكتر من شورت باس للأمان يعني كانش حتى باك باسس كتير فبالتالي الدقة 93% ده رقم مفاجأة النهاردة عند أكرم الكي باس عنده نهاردة عمل واحدة كانت ممكن تحقق منها فرصة يعني التمريرات الطولية ده أنا بقول لحضرتك عليها ساهم فيها النهاردة 11 لونج بول منها 8 بشكل صحيح ده نسبة دقة عالية جدا لأكرم أمانا أرقامه النهاردة ممتازة حتى من ناحية الدفاعية وكسب السنائيات اشترك كابتن نايمن في 11 التحام نهاردة سنائي كسب منهم 6 وده برضو رقم يعني يعدي تقريباً الـ 50% أو 50% حتى للتحامات الهوية كان فيهم اتنين كسب منهم واحدة أنا بقى الرقم ده اللي احنا جايبونه النهاردة عشان نتكلم فيه خسارة الكورة سبع مرات ده فيما معناها هنا من ناحية الميس باس بشكل عام وده أقل لاعب النهاردة في الميس باس في الملعب تخيل؟ لأن حتى دك التمليراته عالية جداً فبالتالي أكرم كان ليه دور بلص طبعاً معدلات الجاري اللي احنا شفناها والكوفرينج ليه؟ والأرقام بتقول ما بتجدبش يعني احنا فيه فيه أمور لحضراتكم يعني حكيدي حتشراها بالتفصيل لعب مركز ستة بالأخص يعني قد يبدو نوم الظاهر بشكل كبير جداً لكن ظاهر على فكرة يعني يمكن أنا قلت لكابتن بلال أكرم عمل مبهود كبير جداً صحيح كابتن عدل عبد الرحمن صراح هو اللفت ناظري قال لي بص على أكرم توفيقه المجهود اللي بيعمله وعدد الكرة اللي بيطاحها وعدد الكرة اللي بيسلمه صحيح بالضبط ففعلاً كان مميز وفعلاً كل تمريراته حتى زي ما قلنا تمريرات للأمام كتمريرات كان يصير خطوط لونج بول عمله النهاردة بشكل كبير سامت البلد أب حاجة على أكرم وأفشة اللي اتم مع بعض يعني أفشة لعب سبعين ديئة صحيح لمس الكرة عمل عمل 64 باص أكرم أكرم توفيق يعني بتسعين ديئة عمل 67 باص يعني الفرق ما بينه منين تلاتة باص تلاتة باص بس عدد اللي داي عدد القطع بتاع أفشة قطعت منه أكتر من أكرم لأن دقة أكرم كانت تسعين في المية مزبوطة أخلي بالك أفشة كانت أقل أقولك ليه عشان أفشة بحكم مزوجة بتاعه وعنده مغامرة مغامرة دايما في الباص أكرم بلع في الأمام من أقولك من أجيلك أنا شرحت العملية يعني عشان أقولكوا ليه لأن في الباص بيبقى القريب وفي الباص اللي في الريسك اللي بيبقى أكتر لأنه للأمام والحاجة التانية المهمة بقى إن ده بعد القطع دي لصالح أقرب بعد الجري الكتير الدقة بتقل عكس أفشة ما بيجريش كتير فالدقة تزيد مع واحد ما بيجريش كتير زي أفشة لكن اللي اتنين تقدر تقول مفاجأة النهاردة بالنسبة لنا مفاجأة اللي اتنين يعملوا الرقم العالي ده رغم الشوت الأولاني أنا أعتبر إن ده راح منك نوس الملحة يا الله جميل كدناد الأهل يعني دع منك نوس الملحة تفضل يا باز حاجة ما يعرفوها تفضل 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 دولا ما الهمش في الكورة أقول لك ايه دولا من دولا من حدد بس حددوا انت بتقول دولا ودولهم لا انت معايا يا شيكو دولا ما ضربوشوا على حاجة اللي هم شايفان اللي هم اللي اتنين بيتكلموا في حاجات في حاجات هم ما عارفاش مش هسين يا عديها بازا نعدها لك يا ربنا تفضل يا بازا تفضل يا بازا اكتر من هذا خبرة طبعا بزرطة اه تفضل فضل معنا رقم مهم دايما إنه هو لمس الكورة داخل منطقة الجزاء لمس الكورة داخل منطقة الجزاء النهاردة كنا حتى جابينه في الأرقام ده بيدلل إن النادي الأهل النهاردة دايما يعني من مباراة لمباراة لبعدها بغض النظر إن الأداء النهاردة في بعض أوقات المباراة ما كانتش الأفضل حضرتكم طبعا يعني وصفتوا بالتحليل الفني ولسه هتكمله ولكن النهاردة الأهل برضو عمل مفاجئة كبيرة جدا إن هو كان جوة البوكسة عند فريق مودرن لمس الكورة يعني تفاقل عشرين مرة أو عشرين لمسة وده ده رقم برضو كويس جدا يعني موسيقى